السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين. وعن اليوم في مشكلة مزعجة مشكلة الان موجودة في هواتف الاندرويد بالذات في تطبيق الواتس ااب. هاد المشكلة تكمن في انه بتيجي انت استخدم الواتس ااب. في مشكلة او في رسالة بتيجي بقولك انه هاد الرسالة انتهاء صلاحية الاصدار من واتس ااب. بتيجي بقولك في تحديس بتدخل على جوجل بلاي. تعمل تحديسه على الفاضي. وبتضل المشكلة انت مش قادر تستخدم الواتس ااب. وبتروح بتعمل الفتح. بصير عندك مشكلة. وخاصة الناس اللي بيستخدموا الاصدار التجريبي. ايش الاصدار التجريبي? عندما تروح على جوجل بلاي. في عندك حاجة اسمها البرنامج التجريب. طبعا هو الان ممتلئ. يعني ما بتقدرش تدخل. في ناس كتير داخلين في الاصدار التجريبي. وفي عندهم هادي المشكلة. المشكلة هذي الحل تبحها كالتالي. لا تنسى الدعم باللايك يا حبيب. وخلينا نشوف الحل. واحد. اول حاجة لازم تعمل اعادة التشغيل للجهاز. ماشي? الحركة الاولى. الحركة التانية هتيجي على الاعدادات. وتروح على ايش? على الوقت والتاريخ لجهازك. انا مسلا الجهاز اللي معي هذا جهاز شاومي. الوقت والتاريخ ما وجود فيه انا في الاعدادات الاضافية. هادي المشكلة اللي صارت صارت يوم خمس وعشرين تحديس. اجي تحديس واتس ااب بعد وتحديس. اه تاريخه كان خمس وعشرين. هذا التحديس للواتس ااب في مشكلة. والمشكلة هذي هنحلها في خلال الفيديو. هنيجي انا على التاريخ والوقت. هنيجي على ضبط الوقت تلقائيا تعمل فيازك توقف الوقت تلقائيا وتيجي على التاريخ تعمل التاريخ. انا اليوم عندي له تسعة وعشرين تعمله خمس وعشرين تلاتة وتقول له حسنا. وسيبه مفتوح ما تسكرهاش هدي. خلي التاريخ الوقت تلقائي ايش? مسكرة. لو عملت زيك هيرجي على التانية. تمام? خلصنا من هذا المكان. عملنا اللي هو التاريخ خمس وعشرين مارس. اطلع نيجي على الخطوة اللي بعدها. هنيجي على واتيس eighty up. ونيجي على الدردشات. ونيجي هنا على الاعدادات ونيجي هنا على الدردشات وفي عنا النسخ الاحتياطي للدردشات. وبتعمل هنا طلا معي هنا. في عندك هنا نسخ احتياطي. هدا الجهاز جديد هنا معي. نسخ احتياطي بتعمل نسخ احتياطي باستخدام الشبكة الخلوية. هاده يضل فعال معك. انت زي بديك الفيديوهات ما الفيديوهات هدا انت برجع لك الامر. بترفع الفيديوهات او ما بترفعها. في الغالب الناس ما بيعملوا. لان بتاخد وقت كتير وبتغلبك. ففي بتعمل نسخ احطياطي. الان بعمل نسخ lazuli ما فيش في اشياء. عمل نسخ احطياطي. ودائما انت في نصيحة خدها مني. هاته نسخة طياطي موجود. نسخة طياطي مشفرة. في عندنا شغلة اللازم بتعملها. اجراء نسخة طياطي. هادي خليها دائما نصيحة لوجه الله مش ابدا خليها يوميا او اذا انت عندك يعني النت مش تمام التمام اعملها اسبوعيا وبتضيف الحسابها الى الحساب تبعي هاينا ضفته حساب اللي هو جوجل وهيك بصير تلقائي يعمل نسخة او نسخة احتياطية وبقول لك انا واتس اوب مسينجر الوصول الى الحساب بتقول له سماح والان بعمل نسخة احتياطي هايو اسبوعيا تقدر بعدين اتغيرها مسلا اللي هو بدك يوميا اتغيرها تغري من غير لان ان انت اعطته الصلاحيات فاعملها اسبوعيا انا بالنسبة لان اعملها يوميا ليش ان انت عندي شغال فيش عندي مشكلة لانه في شغلات ممكن يتفوتك بعد ما تعمل نسخة احتياطي بعد ما تعمل نسخة احتياطية تيجي على زي هيك معلومات التطبيق وتيجي تعمل الغاء التسبيت راح خلاص بس انا عملت نسخة احتياطية الان برجع تاني ترجع تاني بعد ما انت تعمل الغاء التسبيت للواتس ااب من الجهاز هنيجي على الاعدادات وهنيجي على الاعدادات الاضافية وبعديها هنيجي على الوقت والتاريخ هنفعل هيك تاني خلصنا الان اداني الوقت اللي هو الوقت الصحيح اللي انا فيه الان خلص الان روح يا باشا على جوجل بلاي ونزل تطبيق الواتس ااب هيو واتس ااب ميسنجر والتاريخ الصح وبتنازله زي هيك والنسخة الاحتياطية موجودة وهيك انحلت المشكلة وهيك يا معلم مشكلتك ان شاء الله انحلت ويكونوا معنا دايما لاتستضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب عشان يصل لك كل جديد ونلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام